ازاي حضرتك افنجب اخبار حضرتك ايه? يعني باعتبارك بس مراقب كده ومتخصف في المجال ده. هل انت تتوقع اي رد فعل عربي في ظل الكلام اللي قاله الاخ ترامب دلوقتي? واتولي تليفوني الاستاذة دينا زيجان اللي هي متخصصة في النهاية العامة الاستعلمات بتاعتها. جراية بقر اعلان وفاة العرب لبيك يا ظهرة المدائن ترامب يكتر فرص السلام ويفتح ابواب جهنم جهنم? فين يا راجل ابواب جهنم? فين يا يا راجل? فين ابواب جهنم اللي هفتحها ترامب? فين? مفيش ابواب جهنم ولا حاجة. اعلان وفاة العرب ده الدستور. بكره. وهتلاقوا برضو حاجات خاصة انتفارة تحذيرات من خطة ترامب لنقل الصفارة الامريكية للكدس لبايك يا ظهرة المدائن. بس حكاية تيفتح ابواب جهنم دي مش دخلالي منه. مين اللي يفتح ابواب جهنم يا عم منها? ازاك ساس اشرف? اهلا وسهلا. ازاك ساس جالس. الله يخليك يا فاند. يعني باعتبارك قريب او من هذا الملف. وليك اه سولات وجولات فيه. هل انت نتوقع اي رد فعل عربي تجاه ما قاله ترامب او القرار بتاع ترامب? يعني اولا انا اعتقد انه رد الفعل لازه يجب ان يتخذ الام اه يكون رد دبلوماسي سياسي على مستوى العالم. خطورة اه خطوة ترامب ليس بانه اعترف بالقدس عاصمة لسرائيل او انه نقل الصفارة لها. ولكن الخطورة ان يعني اتخذ هذا مثلا يحتزى وتقوم الدول الاخرى الواحدة طلوة الاخرى بفعل نفس الشيء. وبالتالي تتحول القدس الى عاصمة معترف بها الاسرائيل. ولذلك يجب التحرك فورا اه يعني في اه المنظمات التولية لا اه اعادة التأكيد على ان القدس محتلة. و ولا يجب اعتبارها تحجي زرف من الظروف عاصمة الاسرائيل وهي قرارات موجودة بالفعل. وترامب عندما اتخذ قراره خالفها وخالف الحانون الدولي. ويجب ان نؤكد على ذلك. اما ان يعني تكون هناك ردود فعل يعني غاضبة او ردود فعل تتمثل في قطع العلاقات او من الى ذلك اعتقد انه الامر صعب كثيرا بسبب الموقف العربي بسبب الصراعات العربية. بسبب يعني اه الخريطة الدموية التي تشهدها المنطقة. الدول العربية الكبرى يعني اما مفتتة او مشغولة. سوريا خرجت من الحزبان اه العراق خرجت من الحزبان ليبيا او اليمن. اه السعودية بها تغييرات كبيرة. اه مصر طعاني من الارهاب. وبالتالي فالمسألة اه كانت اختيار توقيت موفق بالنسبة للامريكيين. لانهم يعلمون ان ردود الشعر الحقيقية لن تكون حتى الفلسطينيين المنقصنين. الفلسطينيين الان يتصارعون بين التمكين والتسكين. اه في الضفة. وآآ ويبحثون عن الرواتب. ولا يستطيع ابو مازم ان يحل السلطة لعله معنى حلها. اه هو اه خراب بيوت ملايين الفلسطينيين. اه حيث ان السلطة كانت هي التي توفر له من الرواتب والوظائف والامن وما الى ذلك. ولم تكن هناك خطة باق بديلة. وللتالي لابد من التحرك بجد وبقوة. وتحجيم العلاقات مع الولايات المتحدة. والتحرك على المستوى الدولي من اجل استصدار آآ قرار آآ يعني يدين اي تحريك لاي اصفار. ما هي بوليفيا بوليفيا استاذ اشرف طلبت بعقد اجتماع عاجل لمجلس الامن عشان بوليفيا. لا يعني دعنا لا نكون يعني آآ لا نبالغ في هذه القضايا لانه ايضا الاردن آآ طلبت امس آآ عقد الاجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب آآ يومي السبت والاحد يتم بناء عليه اتخاذ اتخاذ آآ موقف عاجل. حتى اللحظات الاخيرة كان هناك احتمال ان يؤجل آآ يعني ترامب قراره لانه آآ وزير خارجياته كان يرفض. وآآ وزير دفاعه كان يرفض. واجهزة المخابرات كانت ترفض. ولكن داره البعناده آآ وبتصميمه على تمشيز كل ما قاله في حدته الانتخابية نفذ التهديد. على وعلى انه يعني اليوم اكد حقيقة وضحة وهي ان الكلام عن صفق القرن وعن سلام كلام غير حقيقي وكل ما يقال غير حقيقي. وهو قال في كلماته انه يعني فشل في التوصل الى تسوية. وبالتالي كل ما كنا نسمعه في الماضي كان محاولة فقط لتشجيعه والان يتقدم لصنع سلام آآ لذلك عين كوشنر صهره وعين آآ جرين بلاد صديقه. يعني آآ مسؤولين عن الملف ومبعوثين في المنطقة. آآ الآن هو يعلن فشله. وآآ يعني استخذ قرار او خطوة يعني سيخسر فيها كثيرا. آآ ولن يكون ابدا وسيطا نزيها في اي فترة مقبلة. بشكرك سيد اشرف آآ شكر آآ دزين.